طرقته بقوة لكنها لم تفتح الباب خرجت إلي جارة أخرى أخبرتني أنها انتقلت من هذا البيت مرحبا أنا حنين عمري 16 سنة عائلتي مكونة من ثلاثة أفراد أمي أبي وأنا حياتنا كانت عبارة عن فوضى كبيرة يدخل والد المنزل ويصرخ بأعلى صوته الغداء تجري أمي بسرعة تحضر له ما يأكله وإلا يضربها ضربا مبرحا وليلا يدخل مخمورا يضربها أيضا نعم هذه هي حياتنا كلها ضرب شتم وإهانة في أحد الأيام دخل والدي يسأل عن الغداء كعادته أعتذر والله كنت مريضة ولم أستطع لم تكمل أمي كلامها إلا وقد صفعها والدي اختبأت في غرفتي وظل يضربها وهي تبكي وتصرخ ثم غادر المنزل أسرعت لأمي ساعدتها على الوقوف فجأة سمعنا جرس الباب ذهبت لأفتحه مرحبا هل والدتك هنا؟ نعم أخبريها أنني الجارة الجديدة جئت أزورها حتى نوطد العلاقات بيننا آه حسنا تفضلي أدخلي أدخلت الجارة إلى غرفة الضيوف ذهبت أخبر والدتي كانت علامات الضرب واضحة على وجهها لا تستقبليها هكذا سأصرف الجارة ستسمع أكثر من هذا ما دامت ستكون جارتنا وذهبت وجلست معها مرحبا بك في بيتنا أهلا بكم أنا جارتكم الجديدة انتقلت إلى هنا البارحة أتمنى أن نكون لك أحسن جيران في الحقيقة سامحيني على تطفلي ولكنني سمعت صراخك وجئت أطمئن عليكم كما تعلمين إنهم الأزواج تقصدين زوجك هو من فعل بك هذا؟ نعم يا عزيزتي ما باليد حيلة أنا أملك لك حلا خياليا جربي وأخبريني عن النتيجة أضمن لك أنك ستكونين سعيدة وسيكون لك حملا وديعا هل عندك مصباح على الدين مثلا أظنك تمزحين لا أبدا جربي ولن تندمي ثم نظرت إلي وقالت حبيبتي أتركيني مع والدتك إنه كلام للكبار فقط خرجت وبعد مدة غادرت المرأة حاولت سؤال أمي عن ما نصحتها به لكنها لم ترد إخباري بعد هذا اللقاء تكررت زيارات الجارة كثيرا وأصبح البيت أكثر هدوءا ووالدي لم يعد يضرب والدتي بل أصبح هادئا لا يتكلم أبدا وكأنه صنى في أحد الأيام وبينما كنا جالسين رن هاتف المنزل فأخسته مرحبا عائلة أحمد نعم من معي والدك أحمد هنا في مستشفى الأمال تعالوا من فضلكم أسرعنا بذهاب إلى المستشفى وجدنا والدي نائما أخبرنا الطبيب أنه سقط في مكان عمله وهو في غيبوبة في انتظار نتائج الفحص بقينا معه مدة ثم طلبوا منا مغادرة المستشفى إلى أن يستيقظ والدي ذهبنا إلى المنزل خائفين وبينما نحن جالسين دخلت الجارة مرحبا يا أم حنين ما الذي حصل؟ قد سقط أحمد في العمال وهو الآن في غيبوبة يا إلهي وما الذي تنتظرناه؟ ألا يجب أن نجد حلا ليشفى؟ أتظنين أننا نستطيع؟ بالتأكيد نستطيع ألم نفعلها من قبل؟ عونك يا رب والله بدأت أخاف من الذي يحصل أنت في الطريق الصحيح يا عزيزتي لا تخافي غادرت الجارة ومجددا حاولت سؤال والدتي عن الذي يحصل بينهما لكنها لم ترد إخباري وفي صباح الغد غادرت والدتي مع الجارة ولم يعود إلا بعد الظهيرة وبعدها بدقائق رن الهاتف تحدثت أمي قليلا ثم قالت لي بفرح إنه الطبيب يقول أن والدك أفاق ويجب أن نذهب الآن عندما وصلنا إلى المستشفى التقينا الطبيب لقد أفاق منذ ساعة لكنه لا يستطيع التكلم ربما أصيب بصدمة وقد يستعيد صوته وعافيته إذا رأاكم ما سبب مرضه؟ والله لا ندري التحاليل تشير إلى النصحته جيدة جدا أخبريني هل عنده مشاكل نفسية؟ لا أبدا حسنا اجلسوا وحاولوا التكلم معه فلربما يتحسن حاولنا خلق أحاديث بجانبه لكنه لم ينطق بشيء بل ولم يستطع تحريك جسده طلب الطبيب من أمي البقاء معه لمساعدته وعدت أنا إلى المنزل مرات الأيام ووالدي على حاله وأمي ترافقه جاءت الجارة لزيارتنا وأخبرتني أن أقول لأمي أن تكمل المبلغ وإلا سيحصل أمرا سيئا عندما زرت والدتي في المستشفى أخبرتها بما قالته الجارة تغير وجه أمي وهي تسمع ذلك حملت هاتفها وخرجت أمام الغرفة أرجوك ساعديني لم يعد لدي مال إضافي لكنني فعلت كل ما تريدينه لقد بعت كل مجوهراتي أرجوك لا تفعلي عادت أمي لكنها لم تخبرني بشيء كعادتها ذهبت إلى المنزل ومرت الأيام كعادتي أزور والدي كل يوم وفي أحد الأيام عندما دخلت المستشفى لم أجد أمي مع أبي سألت عنها فقال للأسف لقد سقطت أمك ودخلت في غيبوبة وحتى والدك عاد إلى غيبوبته لا تخفي فحصاتهم جيدة لحد الساعة نحن نحاول معرفة ما بهما لم أصطط تصديق ما يقول أسرعت إلى بيت الجارة طرقته بقوة لكنها لم تفتح الباب خرجت إلي جارة أخرى أخبرتني أنها انتقلت من هذا البيت ذهبت إلى البيت أبحث في غرفة أمي فقد كنت أشعر بأن ما تفعله مع الجارة شيء خطير بدأت بالبحث عني أجد سببا لكل ما يحصل ووجدت أبراق غريبة في درج والدتي فيها كلمات لم أفهمها واصلت البحث فوجدت رسالة بعنوان كبير تعهد بالولاء للساحر أبو قرموس شعرت بقشعريرة مرت في جسدي كانت الرسالة بحروف غريبة وخطوط لم أستطع فهمها بحثت أكثر بين الملابس ثم وجدت تحت وسادة والدي بعض الأكياس الصغيرة قمت بتصويرهم وتصويري الرسالة وأرسلت لصديقتي فرح لتسأل والدها فقد كان أستاذ علوم شرعية وبعد مدة اتصلت علي فرح قال والدي أنها حروز وتمائم وأوراق لوضع سحر ما هل هي السبب في مرض والدي؟ إنه يخبرك أنه قد يكون سببا في ذلك خاصة أن الطبيب يقول أنه لا وجود لأي مرض واضح إذن ما الحل؟ يجب أن تحضري شيخا تثقين فيه ليرقي المنزل ويفك السحر والحروز هل يستطيع والدك فعل ذلك؟ فأنا لا أستطيع الوثوق بأي أحد جاء والد فرح ورق المنزل وفك الحروز وذهبنا إلى المستشفى لنرى النتيجة عندما دخلنا المستشفى أخبرنا الطبيب أنهما استفاقا دخلنا عليه ما كان صامتين لقد كان السحر سببا في هذا المرض وأظن أننا فككنا نصف السحر ولا يزال النصف الآخر ويجب معرفة مكانه قام بسؤال والدتي وأصر عليها فقالت أنا لا أعرف مكانه الجارة هي المسؤولة عن إحضاره وإخفائه حاول والد فرح رقيته ما هناك وبعد الرقية رآهما الطبيب وقال أن حالتهما بدأت تتحسن تدريجيا ويمكنهما الخروج بعد أيام بعد أيام خرج والدي من المستشفى ولكن آثار السحر لا زالت بادية عليهم فوالدي لم يعود صوته بعد ولا حركته وأمي تصاب بالصرع عندما عادت أسرعت للجارة لكنها لم تجدها عادت للمنزل منهارة وتبكي سألتها ما بها الجارة غادرت وها أنا ضيعت منزلي وصحتي بيدي ما الذي فعلته؟ لقد أقنعتني بأن تساعدني وأخبرتني أنه مجرد سحر أبيض لإبعاد المشاكل وتطيب الجو بيننا وبعد أن رأيت أن والدك حقا توقف عن ضربي وإيذائي قلت سأتوقف لكنها كانت تطالبني بالمزيد وإن لم أفعل سيعود كما كان وربما أسوأ وها أنت ترين ما الذي حصل لقد كنت أدفع مبلغا كل شهر ولاء لذلك السحر أحضرنا بعدها والد فرح قام بقراءة القرآن وعند انتهائه قال لن نستطيع نزع آثار السحر خاصة أننا لا نستطيع الوصول إليه إنما قمت به يا أم حنين هو شرك أكبر عليك بالتوبة وتجديد إيمانك لعل الله يغفر لك ذنوبك وعليكم بالمحافظة على أذكاركم وقراءة القرآن يوميا لا تغفلوا عنهم وإلا ساءت حالتكم أكثر أصدقائي هذه هي قصتي أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من تجربتنا مع السحر وأن تحذروا من أن تقوموا بأي أمر دون أن تعلموا حكمه وعواقبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر